شارك محافظ البنك المركزي حسن عبدالله في الاجتماعات السنوية لمساهم بنك التصدير والاستراد الأفريقي أفريكسنبانك والتي تعقد بالعاصمة الغانية أكرى تحت شعار تحقيق الرؤية بناء الرخاء والازدهار لشعوب أفريقيا والتقى محافظ البنك المركزي مع رئيس نانا أكوفوآدو رئيس جمهورية غانا حيث نقل تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بنجاح النسخة الحالية من الاجتماعات كما التقى محافظ البنك المركزي بالعديد من كبار الشخصيات وممثل مؤسسات التمويل والمؤسسات التنموية وتناقش الاجتماعات السنوية أفريكسنبانك العديد من الموضوعات الهمة ذات الأولوية للقارة الأفريقية ومنها قضايا التجارة الأفريقية البينية والتمويل والتنمية المستدامة وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القرية الأفريقية بجانب تبادل الخبرات والتجارب الأفريقية لتحقيق رخاء الاقتصادية المستهدف لدول القارة ترجمة نانسي قنقر